اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونحن طبعا سنلاحقهم مش رحين نستنى يعني نستنىهم نستنىهم يدركوهم نحن سنلاحقهم اذا تم تحكم لنا المحكمة الإسرانية بمحكمة اكتر من مدى الحياة ما بيخلصنا مدى الحياة سنذهب الى محكمة العدل الدولية اولا مع الاخرة نحن وضعنا نفسي صعب جدا نحن نوخذ مو مهدئة جريمة مش قليلة يا جماعة الجريمة اللي صارت لمحمد حقه وقته وحقه وتعذيبه هاي جريمة باشعة جدا كل يوم بنفكر كيف بنحرك فهذا يقدر علينا نفسيا وحرك دمنا ونأخذ ذهبنا الى الطبيب النفسي ونأخذ دمنا كل يوم نأخذ حبة مهدئ لانه ما نبتدر يعيش على الوضع احنا بنشاكلهم المرجرين يعمل بلطوب عند الاسرائيليين المرجرين يعمل بلطوب لا يعمل مثل معاملة العربي نحن المطالب بهدم بيوتهم اين المحكمة الإسرائيلية بهدم بيوتهم ليش بيدول العرب ما بيدولهم نعم درين بداية النسطة نعم درين بداية النسطة